السلام عليكم مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في قناة مجيد فرقرانس لمراجعة وتقييم العطور اليوم شاء الله راح تكون في الحلقة الثانية لأقوى عطور دار ايمانويل جين هذه الدار العريقة المظلومة اعلاميا للنسلة لم تشاهد الحلقة الاولى راح نخللكم رابط الحلقة في صندوق الوصفة ايضا بالنسبة الوفيدين الجدد مرحبا بكم اصدقائي هذه قناتكم اشتركوا وفعلوا الجرس لكي يسلككم دائما جديد ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا تنتمي دار ايمانويل جين الى دولة فرنسا ولهذه الدار الكثير من الاصدارات ابرزها اصدار الكلكشن ديامونت كولكشن بريستيج وكولكشن رويل وايضا اصدار الفي اي بي عطور هذه الدار عطور جيدة سواء من ناحية الثبات او الفواحان وايضا من ناحية السعر اول عطر راح نبدأ به هو عطر في اي بي مايت هذا العطر الذي ينتمي الى اصدار في اي بي عطر رقي جدا يحاكي العطر الشهير عطر نيشا امبرنوي من دار كريستيان ديورا اذا هذا العطر الجميل الذي ينتمي الى الخط العنبري الموجهة لكل الجنسين عطر يليق اكتر الاجواء الباردة من فصل الربيع والخريف وايضا الشتاء وعطر ليلي اكتر من انوى عطر نهارية يوجد في هذا العطر استحية رائعة منعشة من الجريب فروت منزجة مع الليمون ايضا فيها نوتة الورد مع التوابل لما يهدأ العطر ويستقر في الاخير على اخشاب القياك واخشاب الارز عطر جميل راقي ايضا هذا العطر من بين عطور جميلة التي يمزج فيها نوتة الورد مع العنبر ويهدأ على نوتات فرش سبيسي وايضا نوتات حيوانية عطر في اي بي نايت يعتبر شديد من ناحية الثبات وفوحانه ايضا جيد ايضا عندنا العطر الراقي عطر في اي بي سولي من اصدارة الفي اي بي هذا العطر الجميل الذي يحاكي عطر سولي بلون من دارة تومفورد عطر عمبري زهري موجه ايضا لكل الجنسين عطر نهاري بامتياز يليقى لفصل الصيف وايضا فصل الرابع من بين نوتات هنا الجميلة هي انهم حبكوا نوتات منعشة من البرغاموت مع الحيل وايضا الفلفل الوردي في الافتتاح في ايضا نوتات البستاشيو فيها الياسمين فيها اليالانكيلانك ايضا فيها رائحة الجوز الهند الجميلة الموجودة في قاعدة العطر في قاعدة هذا العطر ممزوجة مع حب الطنكا وايضا البنزوين عطر نهاري بامتياز رح يعطيك ايهايات راقية من جوز الهند مع الازار البيضاء عطر ايضا يعتبر عطر حلو هذا اذا انتم من محبي العطر الحلو فهذا هو عطركم ويستقر في الاخير على التوابل الحارة الممزوجة مع الاخشب عطر في اي بي سولي يعتبر عطر ثابت وايضا فوحانه ممتاز بالنسبة للنساء التي تعشق عطر النيش عطر ديلينا من بارفوم دي مارلي يمكن لكم عطر في اي بي الكسير هذا العطر الرائع عطر ديلينا الكل يعلم مدى جودته وقوة هذا العطر سواء من ناحية تثبت والفوحان والنوط المشهورة بها هي نوطة الليتشي الموجودة في قمة هذا العطر التي راح ترافقكم الى قاعدته ايضا عطر ديلينا مشهور برائحة البرغاموت ورائحة ديوز الطيب فيه الازهار فيه الفانيليا فيه ايضا البخور عطر راقي جدا اذا مع لكم الاقتناء عطر في اي بي الكسير سيعطيكم نفس الديان اي الموجود في هذا العطر هنا خليط من الازهار مع الورود ايضا الفواكه عطر ايضا يعتبر فرش ويهدأ ايضا على نطاة بودرية وخشبية هذا العطر موجه للناس التي تعشق العطور الصيفية والربيعية يصلح لفترة النهار اكتر من فترة الليل وكما قلت سابقا العطر ثابت وفواح ذي اي بي راد هذا العطر محاكي لعطر النيش الشهير عطر باكار روج من دار فرانسيس كورديجيان عطر ذي اي بي راد ينتمي الى الخط العطري العنبري الزهري هذا العطر يمكن لكم استعماله في جميع الفصول ايضا للناس التي تحب تستعمل فصل الصيف يمكن لكم استعماله في فترة الليل عطر ذي اي بي راد يتمتع بافتتاحية رائعة فيها اليسمين مع الزافران في هذا العطر ايضا العنبري فيها الخشاب الصدار عطر رائع خشبي عمبري تابي لحار يهدأ على نوطات حيوانية من ناحية اهتبات العطر تابي جدا وفواح اوصيكم بهذا العطر بالذات في اي بي راد اذا كنتم محبي عطر باكار روج الغني عن التعريف ايضا للناس اللي تحب تعرف اكتر حول البدائل لعطر باكار روج انا عملت حلقة سابقة حول اقوى البدائل رح نخللكم رابط الفيديو في صندوق الوصفة ذي اي بي راد من دار امانوال جين عطر كاليفورنيا من دار امانوال جين يعتبر محاكي بصفة رائعة جدا لعطر كاليفورنيا الدريم من دار لويس بويترون هذا العطر يعتبر عطر نهاري وايضا يمكن استعماله فصل الصيف وفصل الربيع هنا فيه نوطات رائعة او بلند رائع من الاجاز منزوج مع المندرين والمسك وايضا الأمبرات هذا العطر يعتبر عطر مسكي ايضا منعش فاكه بودري فيه نوطات حلوة مخفية في خلف لما يستقر اكثر وايضا يستقر على نوطات زهرية عطر رائع موجه لكل الجنسين سواء للرجال او النساء من ناحية تبات العطر يعتبر عطر متوسط من ناحية تبات وايضا فوحانه هو متوسط كاليفورنيا من دار امانوال جين عطر عود فانيل من دار امانوال جين يعتبر عطر محاكي للعطر الشهير عود عطر عود فانيل من دار منصيرا العطر عنبري فانيلي موجه لكل الجنسين يمكن استعمال هذا العطر في فصل الخريف وفصل الشتاء والعطر يعتبر ليلي اكثر من انوالهاري هذا العطر موجه للناس التي تعشق نوطة التوابل موزوجة مع الورد وايضا للناس تعشق العطور الحلوة فيه الهيل فيه الزعفران فيه الففر الاسود النوطات الزهرية حلاوة الفانيليا اخشاب القاياكا عطر ثابت وفواح في الاول والاولى يكون واضح في نوطة العود ولما يهدأ اكثر يكون عطر باودري وبلساميك عطر مونلايت من دار امانويل جين عطر محاكي لعطر مونلايت ان هيفن من دار كليام هذا العطر عطر اروماتيك موجه لكل الجنسين العطر ايضا من بين العطور الجميلة الحلوة التي يمكن استخدامها في فترة النهار من فصل الصيف والرابعة يتبتع هذا العطر بافتاحيته المنعشة من القريب فروت الممتوجة مع الفلفل الوردي فيها نوطة جوز الهند المشهورة به مع المانغو في ايضا رائحة الفتبر حبيب الطنك الموجودة في قاعدة هذا العطر هي اللي مخلي العطر يعني يكون عطر حلو من ناحية تباته يعتبر متوسط وفوحانه ايضا متوسطة العطر حلو فاكهي وايضا رائحة جوز الهند واضحة فيه ويهدأ على نوطات خشبية شكرا لكم مشاهدنا الكرام لاحسن الاسغاء والمتابعة اليوم قدمنا لكم باقة من اجمل عطر دار ايمان والجين تتبر هذه الحلقة الثانية من اقوى هذه العطر للناس التي لم تشاهد الحلقة الاولى راح نخذلكم رابط الحلقة في صندوق الوصفة ايضا اذا كانت عندكم تجارب سابقة مع هذه العطر من فضلكم خلونا تجاربكم وخبرتكم في التعليقات لكي يستفيد غيرنا ايضا نعطونا سعر العطر المتواجدة في دولكم نلتقي في فيديو اخر سلام